فهي كلمة عظيمة لكن هذه الكلمة العظيمة لا بد من معرفة معناها والعمل بمكتضاها وتحقيق مقصودها ليس المقصود منها أن تقول هذه الكلمة فمعنى هذه الكلمة هي لا معبود بحق إلا الله هذا هو المعنى الصحيح لهذه الكلمة العظيمة أما التفاسير الأخرى الناقصة لا خالق إلا الله أو لا رازق إلا الله هذه أغرت بحتى كفار قريش أغروا بذلك ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله وبعض المتكلمين يأتون يقولون لا صانع إلا الله أو يقولون بعض أهل البدع والضلال إخراجوا اليقين الفاسد من القلب وإدخال اليقين الصحيح لا خالق لا رازق هذه كلها تفاسير باطلة فالتفسير الصحيح لمعنى لا إله إلا الله هي لا معبود بحق إلا الله